إلى أي مدى قادر بوتين أن يستغل هذه الأزمة أزمة الحبوب لتحقيق أهدافه السياسية من الغرب أهلا بكلينا تحية لك ولمشاهديك الكرام إلى حد بعيد الحقيقة أن الجانب الروسي استطاع استيعاب العقوبات الغربية في المرحلة الأولى ثم هذه العقوبات وجدت آثارها السلبية ليس فقط على أوروبا وإنما على العالم برمته وبالتالي الآن هناك سعي حثيث من قبل الدول الغربية وكذلك من قبل دول عديدة من أجل جعل الإطار يسمح بتوريد الحبوب وتوريد المواد الغذائية والأسمدة وبالتالي نشهد أن هناك حلحلة من قبل دول الاتحاد الأوروبي كما طلعت لنا هناك الآن مسودة يتم البحثها في دول الاتحاد الأوروبي من أجل تخفيف العقوبات على بعض البنوك تخفيف القيود على بعض البنوك من أجل السماح بالتحويل الأموال من أجل واردات المواد الغذائية بالنسبة القادمة من روسيا وأيضا القادمة من أوكرانيا وبالتالي يمكن القول بأن هناك إعادة نظر في العقوبات بعد أن أثبتت الأشهر الماضية بأنها لم تؤتي وكلها بالضغط على الجانب الروسي وكذلك الحقيقة كانت لها أثارها السلبية على أوروبا على العالم برمته إذا ما نظرنا إلى أسعار المواد الأساسية هنا في القارة الأوروبية اتفعت بشكل كبير للغاية المحروقات اتفعت أيضا وبالتالي باعتقادي أننا نشهد الخطوة الأولى التي ربما سوف تعقبها خطوات متعددة سواء لتسهيل توريد المواد الغذائية أو كذلك للطاقة وإن كان هناك شكوك على الأقل يعلنها الاتحاد الأوروبي إذا ما كانت واردات الغاز على وجه التحديد يمكن أن تستمر خلال الفترة الماضية من قبل الجانب الروسي إذن دعينا نقول أن الجانب الروسي استطاع أن يدير اللعبة مع الغرب حتى الآن بشكل جيد وحتى الآن يبدو الغرب هو الذي يعاني من مأزق فيما يتعلق بالعقوبات أكثر منه الجانب الروسي صحيح وبالتالي هل أفهم من هذا الكلام أن الغرب سيستجيب للطلب الروسي برفع القيود عن صادرات الحبوب الروسية مقابل رفع روسيا أيضا القيود عن الحبوب الصادرة من أوكرانيا باعتقاد هذا المنطق هو الذي يحرك السياسة التركية في هذه المرة تبدو تركيا هي التي تمثل الوسيط الآن ما بين الدول الأوروبية ما بين حتى الولايات المتحدة الأمريكية وقد جئت على ذكر ذلك في متن الخبر بأن الولايات المتحدة الأمريكية رحبت بالجهود التركية وهذا يعني مساندة لتركيا في إطار محاولة الوساطة مع أجانب الروسي خصوصا أن هناك علاقات جيدة نسبيا ولتركيا مصلحة بأن يكون هناك تسهيل لواردات الأغذية من قبل أجانب الروسي في نهاية المطاف باعتقادي أن الجميع على قناعة بأن واردات الغذاء من روسيا ومن أوكرانيا يجب أن تستمر لأن الأزمة الغذائية بالفعل على المستوى العالم يتحدث تلوح بالأفق وهناك ربما ننتظر مجاعات إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه لذلك شهدنا تحركا دوليا على ثلاث مستويات المستوى الأول هو عن طريق الأمم المتحدة وقد تحرك الأمين العام للأمم المتحدة سيد جوتيرش من أجل تسهيل الأمور وتسهيل الأمور اللوجستية وحتى الوساطة أو الحديث مع الجانب الروسي المستوى الثاني وهو المستوى التركي وقد شهدنا في الاجتماع الأخير الذي عقد في طهران التفاوض والتباحث حول هذه المسائل بالذات والمستوى الثالث وهو عن المستوى الأوروبي وعلى المستوى الغربي بشكل عام وهو تخفيف القيود المفروضة على البنوك الأوروبية من أجل تسهيل التحويلات المالية لتضمن شراء المواد الغذائية إذن نحن أمام خطة لكن الخيوط يبدو أنها تجتمع جميعا في يد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يملك زمام المبادرة إذا شئت سواء فيما يتعلق بالغاز أو فيما يتعلق بالمواد الغذائية طيب إلى أين يمكن أن تكون وصلت حتى هذه اللحظة الوساطة التركية وهل من أفق حل قد يطال مصير هذه الأزمة أزمة الحبوب باعتقادك؟ باعتقادي أن هناك تقدم على الأقل وفقا للتصريحات التي تسمعنا إليها من ثلاثة جهات من الجهة التركية أيضا من الجهة الروسية وكذلك من الجهة الغربية إذا فيما يتعلق بواردات الأغذية باعتقاد واردات الحبوب على وجه التحديد هناك تقدم وتقدم الملحوظ ويمكن أن نشهد انفراجة إلى حد ما خلال الفترة القادمة طبعا الأمر ليس نفسه فيما يتعلق بالغاز خصوصا بعد أن أغلقت جانب الروسي الخط سيل الشمال الذي يوصل الغاز إلى أوروبا وبالتالي هناك تخوفات كبيرة على الصعيد الأوروبي بين أن كان يتقطع الغاز خلال الفترة القادمة لذلك هناك حالة طوارئ هناك بروتوكول متفق عليه منذ العام 2017 ويدعو إلى ترشيد الاستهلاك وإلى أن تتضامن الدول الغربية فيما يتعلق بالغاز المتوافر لديها حتى الآن لينا لم تستطع الدول الغربية تعبئة 80% من خزانات الغاز وهذا الحقيقة يمثل قلقا كبيرا بالنسبة للدول الأوروبية شكرا وبالتالي وإن كان هناك بعض الانفراج فيما يتعلق بالمواد الغذائية ولكن في الغاز ما زال هناك الكثير من الصعوبات